وصفة مغربية لإزالة الكلف والبقع الغمأة وتفتيح البشرة وكمان هتقلل من ظهور النمش لو بشرتك بتعاني من أي مشكلة من اللي أنا قلت عليه عايز أقولك إن الحل موجود عندنا النهاردة في الفيديو بتاعنا بشريحة واحدة بس موجودة عندك في بيتك بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا هتتخلصي من المشكلة اللي مدايقاك عايز أقولك إن المعلومة دي واخدنا من طبيب مغربي في بنات كتير جربتها وشكرت في الوصفة جدا لإن بصراحة نتيجة مبهرة وصفهم مع بعض النهاردة ونشوف النتيجة كل البنات اللي حابة تجرب الوصفة تتابع معي الفيديو للنهاية ويلا بينا علشان نشوف الوصفة بتتكون منين السلام عليكم إزايكو يا بنات يا رب تكونوا وكلكم بخير جبت لكم بقى النهاردة وصفة مغربية بجد الوصفة دي بنات كتير جربتها وشكرت فيها جدا لإن بصراحة النتيجة كانت مبهرة من أول مرة بتستخدمي فيها الوصفة مكون طبيعي وموجود عندنا في البيت وتقدر تجيبيه بسهولة جدا جدا تستخدميه في الوصفة بتاعتنا وكمان النتيجة هتبهرك معينا البصل الأحمر بتاعنا العادي جدا هنجيب بصلايا صغيرة أي بصلة موجودة عندك هتبدأ ان انتي تجيبي البصل وتقشريه كويس جدا وتقطعيه بالشكل اللي انا هقول عليه عايز اقول لكم ان البصل حلوي جدا جدا في ازالة البقع الغمقى لو انتي عندك كلف في الرقبة او في اليدين او في الكوع او في البشرة عايز اقول لك ان البصل مفيد جدا جدا للكلف بيزيل الكلف بصورة رهيبة بيزيل الكلف من اول مرة بتستخدمي فيها الوصفة عايز اقول لك ان الكلف هيبتدي قل مرة في مرة لحد ما يختفي تماما البصل حلوي جدا للبشرة وللشعر فويده كتيرة جدا لو قاعدنا نتكلم على فويد البصل للبشرة او للشعر فاحنا محتاجين فيديو كامل بس علشان نقول فويد البصل هنجيب بصلايا صغيرة بالشكل ده كده انا قشرتها هبتدي ان انا اخسلها كويس وهرجع معكم علشان نقطعها بالشكل اللي انا هقول عليه لانه هو ده الشكل اللي هنبتدي ناخده كده ونبتدي نستخدمه على البشرة غسلنا البصل هنبتدي بقى نقطعها لترنشاط بالشكل اللي انتوا بتشوفوه جيب بولة بس علشان هنبتدي نحط فيها محلول ننقع في شرائح البصل علشان نقدر ان احنا نستخدمها بالطريقة اللي انا هقول لكم عليها هنبتدي نقطع شرائح البصل بالشكل ده كده لو انت حابت استخدمي بصلة اكبر مفيش مشكلة بس انا حبيت استخدم واحدة صغيرة علشان اوريكم بس الطريقة وانت بقى انت وراحتك تقدر تستخدمي الشريحة جبيرة لو انت عندي كلف مثلا في منطقة الرقبة او في الكوع او في البشرة تقدر تستخدمي بصلة جبيرة وتاخد الشريحة وتستخدميها بالطريقة اللي انا هقول لك عليها قطعناها لشريح بالشكل ده كده هنبتدي بقى نجيب المحلول بتاعنا عايز اقول لكم ان المحلول اللي معينا نهاردة بيزيل البقع الغمقى بيفتح البشرة جدا بيزيل اي مقروب موجود على البشرة بيزيل الكلف الكلف له مشاكل كتير جدا وفي منطقة كتير بتعاني من ظهور الكلف في الرقبة او في البشرة او في الكوع او في اليد عايز اقول لك ان الخل اللي معينا نهاردة خل التفاح لو جبتي قطمة بس ومسحتي بيها بشرتك فدي حاجة كويسة جدا هنبتدي ناخد حوالي 3 معالق كبار من خل التفاح على شريح البصل بس كده وبعدين هنبتدي نغطي البولة بتاعتنا ونسيبها حوالي من نص ساعة لربع ساعة لحد ما البصل يعني نزل كل الفوايد بتاعته مع الخل بعد كده هتبدأي تجيبي شريحة البصل وتمشيها على البشرة عايز اقول لك ان الوصفة دي بجد جبارة يا بنات الوصفة دي مغربية وتقدر تتأكدي من المعلومة بطريقتك في طبيب مغربي نصح بيها بنات كتير جدا وفي بنات جربتها ولقيت فعلا ان هي بتجيب نتيجة كويسة جدا خصوصا للبنات اللي عندها كلف او بقع غمقى ومش لقيالها حل او للبنات اللي حابة تفتح بصرتها او توحد لون البصرة فكل المشاكل دي الحل لها الحل السحري اللي معينا النهاردة في الفيديو شريحة من البصل هتنقعيها في محلول خل التفاح لمدة ربع ساعة او نص ساعة بعد كده هتبدأي ان انتي تجيبي شريحة البصل بعد ما تخسلي بشريتي كنت نشفيها كويس جدا تبدأي تدليكي بيها البشرة او الرقبة او الكوع المنطقة اللي انتي حابة تزيلي منها المشكلة اللي مدايقك تبضلي تدليكي بيها لمدة خمس دقايق وبعد خمس دقايق تبدأي تخسلي ايديك بالشكل اللي انت شايفها ده كده تاخدي شريحة البصل وتدليكي بيها المنطقة اللي فيها المشكلة وبحركة دائرية بالشكل ده كده وتبدأي تغمسي البصل في المحلول وتدليكي ايديكي او بشرتك او اي منطقة في كسمك انتي حابة تفتحيها او تزيلي منها البقعة الغمأة او توحدي لون البصرة او تزيلي منها الكلف لمدة خمس دقايق وبعد خمس دقايق تبدأي ان انتي تخسلي ايديكي او بشرتك وشوفي بقى النتيجة وشوفي الفرق بجد يا بنات الفرق مبهر جدا انا عايز اقولكم ان انا استخدمتها معاكم في الفيديو وغسلت ايدي على طول يعني انا ما استنتش وابتديت ان انا اشوف الفرق بين ايدي اللي استخدمت عليها الوصفة والايدي التانية لا بجد فيه فرق كبير جدا وانتوا اكيد ملاحظين فالوصفة دي حلوة جدا جربوها يا بنات هتعجبكم وغير مكلفة خالص وكمان صحية ومفيش فيها اي مشاكل لو انتي عنديك حساسية من البصل هتحطي نقطة من زيت اللوز الحلو فبكده المشكلة هتتحل جربوا الوصفة وشوفوا النتيجة ومستنية رأيكم في الكومنتات انتظروا مني ان شاء الله فيديو جديد وصفة جديدة ومعلومة جديدة متنسونيش باللايك والشير وكمان الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو جديد بنزلوا مع بعض